مرحبا أكثر من 100 ألف جمل تقتل سنويا في أستراليا وتترك أجسادها لتتعفن في الصحراء يوجد لغض كبير حول هذه الحقيقة البعض يتداول قصة وهو يجهل الحقيقة والبعض الآخر يعرف نصف الحقيقة فقط لهذا قمت بإعداد هذا الفيديو حتى يعرف جميع القصة الحقيقية بكل أبعادها الإيجابية وحتى السلبية الجمال أو الإبل هي في الحقيقة ليست حيوانات أصيلة في أستراليا أي أنها دخيلة وتم الإتيام بها من باكستان وأفغانستان وشمال الهند قبل 200 عام تقريبا عندما كانت أستراليا مجرد رقعة أرض شاسعة دون طرق أو سكاك حديدية جلبوا الجمال لتعينهم على التنقل ونقل الأحمال في أرجاء أستراليا أستراليا ذات المناخ الجاف والتي تتخلى لها الصحاري الشاسعة لهذا لم يجدوا أفضل من الجمل ليقوم بهذه المهمة ولكن بعد العشرينيات من القرن الماضي انتشرت الشاحنات وسكك القطار وشقة الطرق وتم الاستغناء عن خدمات الإبل بقيت تعيش كحيوانات برية في الصحارة هناك وفي العام 2009 تحديدا شعرت الحكومة الإسترالية بخطورة هذه الجمال على الحياة المدنية والبرية لأنها كانت تتكاثر بشكل كثيف وأعدادها تتضاعف كل تسع سنوات وبما أنها حيوانات دخيلة فلم يكن لها مفترسات إطلاقا في أستراليا وهذا ما جعل أعدادها تزداد بسرعة كبيرة تقدرها الحكومة الأسترالية بحوالي واحد ونص إلى اثنين مليون جمل يطلق الأستراليين على هذه الإبل بالجمال الوحشية تخيلوا وحشية الإبل وحشية والتهم الموجهة لهذه الجمال هي تلويث البرك المائية وجعلها غير صالحة للشرب لا من الإنسان ولا حتى من الحيوانات الأخرى اثنين تحطيمها للأشجار بشكل كبير وهذا ما يجعل الصحراء تتوسع أكثر ثلاثة التسبب بالحوادث للسيارات لأن نسب السيارات التي تصطدم بالجمال كبيرة جدا حسب زعمهم وعندما تصطدم سيارة بجمل فكأنها اصطدمت بصخرة لهذا اتخذت الحكومة في العام 2009 قرارا بوضع حد لإزديادها من خلال قتل أعداد منها سنويا بحيث تتم السيطرة على تكاثرها ولا تتضاعف أعدادها وفعلا ابتداء من العام 2009 خصصت الحكومة الأسترالية 20 مليون دولار ميزانية لقتل هذه الجمال من خلال التقاعد مع قناصين يلاحقونها بالحوامات وفعلا كل شهر يتم قتل أكثر من 3000 جمل والمصيبة أنها تقتل بطريقة وحشية فالجمل لا يموت من الرصاصة الأولى ويبقى يتعذب لربع ساعة تقريبا حتى يعودون إليه مرة أخرى ويطلقون رصاصة ثانية عليه تترك جثثها بالصحراء لتتعفن فلا يستفيد منها لا الإنسان ولا حتى الحيوان الغريب بالأمر أن جمعيات الرفق بالحيوان والمدافعة لم تحرك ساكنا باستثناء بعض التحركات والخطوات الخجولة في حين إذا اشتكى كنغر أو كوال من إطفره فقط لا تستنفر كل جمعيات الرفق بالحيوان فقط بل الحكومة الأسترالية بجلالة قدرها أفهم أن الأمر يختلف لأن الإبل ليست حيوانات مهددة بالإنقراض على عكس الكنغر والكوالة ولكن هذا ليس عذر كي تقتل بهذه الوحشية فهناك حلول عديدة غير الإعدام شحنها على سبيل المثال وإفلاتها في صحارة الجزيرة العربية أو الصحراء الكبرى أو ذبحها في مسالخ وشحن لحمها للبلدان المسلمة التي فيها نزاعات وما أكثرها لأن لحم الجمال لا يأكله إلا المسلمين في الفترة الأخيرة بدأت الحكومة الأسترالية بشحن أعداد منها إلى السعودية إلا أن الأعداد لا تزال قليلة بمقابل الأعداد التي تعدم وتترك جثث في الصحراء هلا أنا ما بعرف ليش نحن العرب عم بنغير على هذا الحيوان أنا عن نفسي فعلا ما بعرف بس فعلا بغيظني أنه بيعاملوا الإذل بهاي الطريقة وبهذا الإعدام البشع وفعلا أنا لما بتطلع على صورة جمل بحسوا بنعمي طبعا هذه مزحة إلا هيك بالنهاية شاركوا الفيديو واشتركوا بالصفحة نصرة لأبناء عموماتنا في أستراليا السلام